هكذا يصعد الشرفاء على سلم المجد وسنام الخلود فجأة دون ما تلويحة للوداع ولا موعد كي نعانقهم في لحظة الاطلاق الكبير إلى أبد الخالدين وفجأة يخل اليمن وتشغر ساحات الشرف وميادين البطولة والرجولة والفداء والإباء من عدنان عدنان الحمادي القائد العسكري والبطل الذي طالما ملأ شعاب هذه الأرض الطيبة بهاء وهيبة وكارزما واستثناء وكما يصعد المخلصون والأنقياء على سلم شاهق في السماء يصعد الشهيد عدنان تاركا وراءه حسرة أرض نبت من طهر معدنها وأصالة ترابها الطهور وامتزج بكل ذراتها عشقا وتولها من المهد إلى اللحد وفيما تخيم سحائب الحزن على مساحة الوطن وفي نظرات الناس المرمدة بالأساء تظل سيرة الشهيد عدنان الحمادي نبراسا تهتدي بإشعاعاته المضيئة كل الأجيال اليمنية ويستلهم منها الطامحون معالم الطريق إلى النجومية الوطنية والفرادة الإنسانية التي لا يحد هالاتها زمان ولا مكان أو فالشهيد عدنان بقسمه العسكري وأبر بشرف الولاء والانتماء للوطن الاتحادي الكبير فما نكث ولا حنث ولم تتضعضع خطواته في أي لحظة في معركة الدفاع عن الإنسان والدولة والوطن والجمهورية وكان للشهيد عدنان الحمادي مساهمة فاعلة في تأسيس الجيش الوطني في تعز والنضال الوطني ضد طواغيط الكهنوت الإمامي والميليشيات الحوثية وتحررت كثيرا من مساحة تعز على يد الأبطال في ظل قيادته العسكرية المحنكة والتحامه الدائم بالأرض والإنسان كأنما أمة في شخصك اجتمعت وأنت وحدك في صحرائها المطر